موسيقى 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 غربة الملابس كانت تعجب اللاعبين يومي فوقوس وحتى اساميهم كانت سابقة في عالم كرود قدم لكن عليه كان اللاعب قيادي وهذا المطلوب من قائد فريق أنه لابد يكون قيادي لكن أنا لدي رؤية أكثر أنه لابد كذلك اللاعب يكون مؤثر في فريقه على مستوى المهاري، على مستوى تأثيره في أساليب اللعب على مستوى تأثيره على نتائج المباريات هذا القاعد الفريق لأنه قاعد الفريق يسمعه لما يكون منضبط لك يزد كذلك لما يكون مؤثر في اللعب ولا ميزة من ميزات الأخرى اللي عند علي المعلوم هو ميزة التواضع لأنه أنا نعرف لايبين على المستوى عالية بدي يكونوا متوازعين وتقولوا التواضع رأوا ونحكيوش عن تواضع أخلاقي فقط أو تواضع المستوى والأمكانيات بالعكس لا هو تواضع الفلسفي المعرفي اللي قادر أنه يتقدم به اللعب لابد أنه اللعب يتساءل في بعض الأحيان شنو الأليات اللي لابد أن يستعملهم حتى نطور مستوية علي يتساءل حاجات هذه ويقبل كذلك النقد أنا يظري أول فيديو عملته في النادي سفاقس كان المعلوم لذلك كما تقبل كل رحابة صدر عارف شنو يحب يوصل بمستوى وهذه من اللعبين الكبار الحاجة المخفية أنهم يعرفوش أنهم قاعدين يجتهدوا ويشتغلوا علي يجتهدوا ويشتغلوا كما اللعبين الكبار لتسمعوا بيهم كل عام متميزين أو كل أسبوع متميزين ليش؟ لأنهم يشتغلوا ويضحيوا ويطوروا من مستوى وهذه الوصفة اللي يتبع فيها علي المعلوم وذي عايشتها أنا في النادي سفاقسي لما كنت مدرب للفريق يعني كلام مهم وكلام جميل من الكابتة الشهاب الليلة عن نجم كبير كابتة علي معلوم لا أنا نعتز هذه الشهادة نعتز بها من مدرب ممتاز مدرب كنا في الموسم 2015-2016 كنا نستحق ونتوجه بالدوري لكن خسرنا المقابلات اللي مازموش نخسرهم كنت نحب نتوج باللقب هذاي الجمهور اللي كانت عندي سفاقسي اللي كان في الموسم هذاي كان جمهور استثنائي وهو كان مدرب كان حبيت أنه نتوجه باللقب اللي هو عشان على الموسم الكبير اللي عمله وكان فيه لعيبين مش موجودين رجحهم للفورما بتاعهم هو يعرف اللي أنا من اللاعبين اللي هاديين اللاعبين اللي عرفت نمسك الغرفة بتاعة الملابس بالرغم اللي موجود اللاعبين أكثر خبرة ولاعبين أكثر عمارهم أكبر مني لكن الحمد لله كان بالنسبة لي أنا موسم كبير بالنادي سفاقسي لكن ما حلفناش لحذاي ناخده فيه الدوري فأنا نتمنى له التوفيق إن شاء الله نشوفوه على طول متعلق إن شاء الله في الفترة اللي جالك فيها عرض النادي الأهلي كان الكابتن شاب الليلي وحنا يعني نتكلم عنه كتير إن هو كان في فترة مهمة في حيات علي معلول كان شاهد عيان في الفترة دي علي معلول اتكلم معاه نصحك وقت عرض النادي الأهلي يعني الحوار أو الكلام اللي ضر ما بينك وبينه إن دي لحظة مهمة أكيد علي معلول لما جاله عرض النادي الأهلي أكيد بيتكلم مع ناس حواليه ناس قرابين منه ناس أهل ثقة خلال الفترة دي كنت انتا تكلمت معاه لكن مع حد تلوش الفريق يعني قلت لفهم فريق من مصر كان يكلمني وحد تلوش اسم النادي الاهلي فهو قال لي كان النادي الاهلي لازم تمشي النادي الاهلي يعني هو قال لك النادي الاهلي اول ما قلت له النادي الاهلي رشح لك رشح للنادي الاهلي بدون تفكية وكان عندي اتصالات مع عبد الكريم النفطي وعيلتي الاسرة بتاعي واصحابي للقرب يعني كي سمع النادي الاهلي فماش واحد قال لي ما تمشيش النادي الاهلي يعني الناس كل كانت مرحبة بفكرة النادي الأهلي فالحمد لله أنا بعد مرور السنين من جيت النادي الأهلي الحمد لله القرار تطلع في مكانه وقرار ممتاز وقرار صائب اللي أنا موجود اليوم في عائلة كبيرة في نادي كبير عالمياً وأفريقياً كما النادي الأهلي يعني كان في تجربة نجل تونسي كبير برضو وكان من نجوم النادي الإسفاكسي